خلينا ناخد مئة من كلام سيادة الرئيس مبارح ونشوف أبرز التصريحات أو أبرز الرسائل اللي الرئيس كان عايز يوصلها من خلال التصريحات الألهم مبارح ما هي دي رسالة القوة ما تشوفي ما فيش بلد من غير قوة حتى عيش وما فيش موقع في الدنيا حيتحمي غير بالقوة وما فيش سلام في الدنيا حيتحمي غير بالقوة طب فبالتالي أنت لما بتقول الكلام دوت للناس عندنا اللي أنا بقوله ده للناس الشعب في مصر فبيفهم إيه اللي رسالة الرئيس كان عايز يبدهاله بيقولك ده جيشك المتطور باستمرار مش واقف أو مش معنى ساعات بنقف ما بتتكلمش عنه يبقى نام لا ده متطور وماشي طب واللي أنا بعمله ده النهاردة في تفتيش الحرب ده تحاجة مقططة جد في وقت أزمة فاستغلناها في تكلمنا فيها طيب بنقول بقى خارج مصر بنقول إيه إحنا على استعداد لأي حلول ما دامت في تأمين حدودي والأمن القومي التاع ولما بأضيف الأمن القومي علشان أضيف البعد الإقليمي طبع علشان النهاردة متأسد ببعد الإقليمي هل أنا حب أشارك فيه آه لو كان مؤسل علي لو مش مؤسل علي خلاص أبقى وسيط زي ما أنت في بداية الأزمة أنت وسيط بين إسرائيل وبين حماس عشان نقدر نحل المشكلة لكن لو حدف علي منها ضرر هبقى الشريف طبعا أدفع عن نفس الضرر حي وبخدت قطوات الصح متدرج قلت رأيي كرئيس جمهورية في الموضوع للناس في البداية الأزمة الناس ما استجابتش طلعتوا قرار للشعب من مجلس الأمن القومي ثم بقى بدل مظاهر تنفيذ هذا القرار صحيح طبعا بجزء الثاني أن أنا أكدت في الخطاب اللي قلته أن مهمة هذا الجيش هي مهمة شريفة وأن هو يستخدم فيما يعود على الدولة بالنفع سواء داخلية أو خارجية وأنا عمري ما خرجت من مصر إلا لعمل شريف وارجع تاني لأنه غير مستعمل لو أنت تشوفي مثلا قوات مصرية خرجت من مصر في اليمن راحت عشان تثبت الثورة ورجعت ما عادتش ما استعمرتش اليمن طبعا لما راحت قوات مصرية للكويت سنة 1916 عشان كان تهديد من عبد الكريم قاسم للكويت راحت لغاية أما خالص التهديد رجعت لما راحت في تحرير الكويت من غزو صدام كان موجود رحنا وحدنا المهمة ورجعنا بلدنا تاني ما عادناش إذا هنا الجيش المصري طول عمر حتى في القديم كان يطلع حرف الشام ورجع تاني يجيل للخطر ورجع تاني إذا هنا الجيش ده بيشتغل لصالح بلد ومشارشوا حتى تاني عشان كده ستة لغاية وولا عندنا أطمع استعمالية إطلاقا نعم رغم إن كان عندك قوة أصل القوة البفرطة تديك زهو طبعا وعشان هو بقول ما تحسش بإنك أنت عندك زهو تقول تعتدي لا إحنا ما عندهش الحتى دي ودي كان بيأكدها في رسالي كان بيؤلاء بنا